أنا الستة أم خالد من الكويت بتقول بنتها مهندسة لكن هي شايفة نفسها كبرت في السن هي حاجة 38 أو 36 سنة وبتقول دلوقتي هي عايزة تتجوز وخلاص عشان تخلف فهي مش عارفة تنصح إزاي وهي شايفة أن السنها كبر وأن هي ما بيتقدم لهاش غير يعني أصحاب يعني مثلا إما مطلقين أو متجوز وحيتجوزها على مراته وأهم شيء في مسألة الزواج عموما أو يعني حصول الكفاءة واتباع الأعراف والتقاليد لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا طالما العرف والتقاليد ده مش ضد التعليم الشرعية والحقيقة هي مش صغيرة على السن ده هي إنسانة بالغة يعني راشدة تستطيع أن تقرر أمورها وهننصحها بالتالي أول حاجة إذا الإنسان مقبل على شيء عليه يستعين إحنا لسه كنا في مقدمة تفسير بنتكلم أنه من الأدوات المهمة للمؤمنين ليستعانا إياك نعبد وإياك نستعين فإيه اللي بستعين بالله سبحانه وتعالى عندنا دعاء الاستخارة وإحنا قلنا قبل كده في حلقة الرد على الأسئلة أنه دعاء الاستخارة أنا صليت ودعيت بعد الصلاة فعملت السنة لو أنا دعيت بس وما صليتش يعني حسب أحوال الإنسان فبرضو أنا استخرت لكن عشان تكتمل الصورة أنا وأدي فيها السنية أصلي الركعتين وبعد كده أدعو بدعاء الاستخارة فهي طبعا كاشفة بإذن الله تعالى النقطة التانية أقول لها هي مش حكاية طفل أنا بجيبه والسلام الطفل ده عايز أب موجود يربي ابنه عنده قدر معين من إنه قادر يفتح بيته وعنده أخلاق طيبة هو هيزرحها في ابنه ونخلي بالنا كمان من الطباع الشخصية اللي حيتوارسها هذا الصغير بعد كده وحتطلع في طباعه لما يكبر فهي مش مسألة أني أخلف وخلاص أنا بختار واحد حصحبه في حياتي وابني أو بنتي حتاخد من صفاتي زي ما حيتاخد برضو من صفاتي سبحان الخالق البديع وإنها لازم تفكر في صورتها الاجتماعية كذلك ده شيء ضروري ليها ست مهندسة وانت بتقولي أنا ربتها وصرفت عليها من حقها إنها تعيش في وضع اجتماعي مستقر ومش إن أنا أخلف الابن وبعد كده كل واحد يروح لحاله وأطلع حد يكون مريض نفسيا ولا يكون تعبان من عملية انفصال الأب والأم افتحي معاها النقاط بلغة فيها طلط وفود لأن بنت كبيرة مش صغيرة 38 سنة دي يعني راشدة ده اللي أنا أعيز أولو